موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من بردمجكم حديث الصحافة نبدأها من وكالة بلومبيرغ الأمريكية التي نشرت مقالة ليلليك وجوش روغم بعنوان الميليشيات الشيعية الأمريكيون يدربونها والإيرانيون يستغلونها حيث يؤكد الكاتب أنه يوما بعد آخر يزداد التقارب بين القوات الأمريكية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران داخل العراق ووصل الأمر حد التشارك في قاعدة تقدم العسكرية في الأنبار ويخشى من قبل البعض داخل إدارة أوباما من أن يصفر التشارك في القاعدة عن خلق مخاطر تهدد الجنود الأمريكيين وبعثت وكالة الاستخبارات الأمريكية بتقرير إلى واشنطن حول تجسس ممثلين لبعض أكثر الميليشيات تطرفا على العمليات الأمريكية داخل قاعدة التقدم حسب ما أخبرنا مسؤول بارس في الإدارة وقد يتمخض هذا الوضع نتائج كارثية حال انهيار العلاقات الهشة بين القوات الأمريكية والميليشيات الشيعية واتخاذ القوات المدعومة من إيران قرارا باستهداف القوات الأمريكية مشتدا ويصف الأمريكيون المنتقدون لهذا التعاون المتزايد بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة التي تدعمها طهران الأمر بالخيانة للجنود الأمريكيين الذين حاربوا هذه الجماعات خلال الاحتلال الأمريكي للإراق الذي دام عشر سنوات يذكر ويذكر أن واشنطن لا تطلع بتدريب الوحدات الشيعية المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي بصورة مباشرة لكنها تنظم طلعات جوية قريبة لتنفيذ مهام دعم لها المعروف أن واشنطن تقدم الأسلحة بصورة مباشرة فقط إلى الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقي لكن الخطوط الفاصلة بين هذه القوات والميليشيات غير واضحة وغالبا ما تسقط الأسلحة الأمريكية بأيدي ميليشيات مثل حزب الله العراقي وأحيانا يصبح التعاون العسكري أكثر وضوحا حيث يشارك قادة بعض الميليشيات المتشددة في الاجتماعات التي تعقدها القوات الأمريكية لتوضيح آخر تطورات عملياتها في البلاد تتألف الميليشيات في معظمها من متطوعين الشيعة ويرأسها زعيم حزب الله العراقي أبو مهدي المهندس من بين الميليشيات الأخرى التي شاركت في القتال ضد داعش عصائب أهل الحق التي نفذت عام 2007 عملية إعدام وحشية على جانب أحد الطرق لخمسة جنود أمريكيين قرب كربلاء من ناحية أخرى حدد معهد واشنطن عام 2013 ثلاث ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء باعتبار أنها ترسل مقاتلين نخبويين لسوريا للقتال لحساب الأسد وتعاونت الجامعة الثلاث في قيادة لجان الحشد الشعبي التي تقاتل داعش بالعراق مع اقتراب الموعد النهائي لإبرام اتفاق نووي من شأنه إمداد إيران بمائة وخمسين مليار دولار تعترف الولايات المتحدة حاليا علنية في تقريرها السنوي حول الإرهاب الدولي بأن إيران تدعم فرقة أجنبية تتألف من مقاتلين أفغان وعراقيين ولبنانيين للدفاع عن المصالح الإيرانية بمختلف أرجاء الشرق الأوسط إلى أن الاستجابة الأمريكية لهذا الأمر غير متسقة في العراق تقاتل واشنطن بجانب ميليشيات مدعومة من طهران في سوريا تحارب القوى المدعومة أمريكيا ضد الميليشيات ذاتها وتكمن مأساة هذه السياسة في أن داعش نجح في السيطرة على مناطق في العراق وسوريا بل وتوسيع دائرة سيطرته بينما نجحت إيران في إحكام قبضتها على بغدهد صحيفة الواشنطن تايمز نشرت مقالا بعنوان إيران توسع نفوذها خارج منطقة الشرق الأوسط حيث تقول الصحيفة بأنه على الرغم من المفاوضات بين إيران والدول الغربية حول ملفها النووي فإن طهران تواصل توسعها لمناطق خارج منطقة الشرق الأوسط والخليج العربية حيث يواصل النظام الإيراني سعيه بلا هوادى من أجل توسيع هيبنته على الشرق الأوسط ومناطق أخرى جديدة حيث تقوم بإرسال عملائها إلى أمريكا الجنوبية وآسيا حيث تسعى لزعزعة الاستقرار وأيضا دعم أنظمة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية تقوم إيران بحسب ما ذهبت إليه الصحيفة بانتهاك وبصورة روتينية قرار الأمم المتحدة بتسليح حزب الله اللبناني بألاف الصواريخ كما أن إيران تعمل على دعم وتعزيز بقاء النظام الدكتاتور السوري بشار الأسد الذي قتل الألاف من السوريين مضيفة إلى أن إيران تقوم أيضا بتدريب الميليشيات الشعية العراقية التي ترتكب أبشع الفضائع في حربها ضد الدولة الإسلامية وتواصل الواشنطن تايمز تسعى إيران لسيطرة على جميع الدول التي تحيط بإسرائيل في حين تحول الخليج العربي إلى ممر مائي خاطع لسيطرتها حيث يتحدث كبار المسؤولين الإيرانيين عالنا عن غزو العالم وحيث شهد الأسبوع الماضي هتافات الموت لأمريكا داخل البرلمان الإيراني تضيف الصحيفة الأجندة الإيرانية باقية على الرغم من سنوات ست قضاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في محاولة منه لترطيب الأجواء شملت محادثات وضياء مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن الملف النووي الإيراني وهو الأمر الذي يؤكد الإيرانيون أنه لا يجب أن يفضي إلى تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ويرى سايمون هندرسون المحلل سياسي بحسب الصحيفة الأمريكية أنه من الغباء الاعتقاد بأن إيران قد تغير مواقفها بناء على نهج إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ويضيف لدى إيران مقاومات السيطرة فهي تملك كثافة سكانية وثروة طبيعية بالإضافة إلى احترام الشيعة حول العالم لها خاصة في منطقة الشرق الأوسط مركز الشرق الأوسط للأبحاث الاستراتيجية أرسام نشر تقريرا لوقور سومر بعنوان سياسة المياه لماذا لا تستخدم ولن تستخدم تركيا نهري دجلة والفرات كسلاح ضد جيرانها حيث أشار الأستاذ المساعد في جامعة سلجوق والباحث بمركز الشرق الأوسط للأبحاث الاستراتيجية أرسام في أنقرة وقور سومر إلى أن تركيا لم تستخدم سلاح المياه ضد سوريا وأنها لن تفعل ذلك في المستقبل وذلك في تقرير بحثي نشر في النشرة الشهرية للمركز تناول فيه قضية سياسة المياه في المنطقة ذكر سومر أن العلاقة المائية المتجاوزة للحدود الجغرافية بين الدول المحاذية لنهري دجلة والفرات رسمت في بعض الأحيان موجات ساخنة بين الدول المحاذية للنهرين وصلت في بعض الأحيان إلى درجة التهديد بدقي طبول الحرب وفي أحيان أخرى إلى دعم المنظمات المعادية لكل دولة من الدول المحاذية للنهرين وأضف أن تركيا تعد الدولة المسيطرة والمهيمنة على السياسة المائية لنهري دجلة والفرات وذلك بحكم أن النهرين ينبعان من داخلها ويمنحان تركيا كمية كبيرة من المياه بسبب امتدادهم الطويل في أراضيها وهذا ما أعطى انطباعا لدى الكثيرين بأن تركيا هي الوضع الأساسي لقواعد اللعبة في السياسة المائية لنهرين إلا أن هذه النظرية لم تتحقق على المستوى التطبيقي إطلاقا أوضح الباحث التركي أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى عدم قدرة تركيا على حرمان جيرانها المحاذين لنهرين من المياه مشيرة إلى أنه ينبغي عدم نسيان إعلان تركيا بشكل رسمي أنها لن تستطيع استخدام المياه كسراح ضد سوريا الداعمة والحاضنة لحزب العمال الكردستاني في فترة الثمانينيات لعدة أسباب قانونية وسياسية وأخلاقية وعدد هذه الأسباب كما يلي أولا إن استخدام تركيا المياه كسراح ضد جيرانها العرب في الماضي أو في المستقبل سيواجه ويواجه قبل كل شيء من قبل المجتمع الدولي بأنه أمر غير أخلاقي وغير قانوني وستواجه تركيا بالكثير من الضغوط ثانيا من المستبعد أن يضر قطع المياه بالنظام الحاكم وبالتالي لن يفيدها في التأثير على أصحاب القرار فالضرر سيلحق بعامة الشعب ثالثا تدرك الحكومات التركية المتتالية ضرر قطع المياه على تركيا نفسها حيث سيوقعها بكثير من الضغوطات الدولية التي قد تصل إلى درجة الحصار الدولي رابعا بإمكان تركيا كسب صداقة جيرانها وقربهم عن طريق أسلوبها المتوازن والناعم في قضية المياه الذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأسلوب الخشن والعدائي في قطع المياه خامسا قطع المياه عن جيرانها سيتسبب في فائض كبير لديها مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في السدود تحدث ضررا عارما في الزراعة والتربة وختم سومر تقريره بالتأكيد مرة أخرى على أن تركيا لا ولم ولن تقطع المياه في يوم من الأيام عن جيرانها للعرب للأسباب المذكورة آنفا على الرغم من أنها المنبع الرئيسي لنهري دجلة والفرات وعلى الرغم من أنها مدومة بقوة من قبل قوات الناتو كعضو أساسي فيها صحيفة المستقبل اللبنانية نشرت مقالا لعلنون بعنوان أوباما والكارثة حيث يشير الكاتب إلى أن السيناريوات التي أشار إليها السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد إزاء مستقبل الوضع السوري لم تحمل جديدا طنانا لكن لأن فورد كان معنيا كبيرا بتلك النكبة ويعرف ما لا يعرفه غيره عن موقف الإدارة الأوبامية منها فإن العرض الذي قدمه يحتمل التأويل القائل إن فيه شيئا من الموقف الرسمي الأمريكي وليس متأتيا فقط من قراءة تحليلية خاصة برجل قدير ويعرف ماذا يقول أي أن فورد ينطلق من مسلمة تفيد أن إدارة مستر أوباما لا تزال حائرة إزاء مآل الوضع السوري والحاصل هو أن فورد مثله مث الكثيرين غيره في إدارة مستر أوباما يقول بعزه عن فهم ما هي أداء هذه الإدارة أي أن الخلاصة العامة والخلاصة المشتركة عند هؤلاء تصر إلى افتراض شيء كارثي في تلك السياسة بغض النظر عن الكارثة الإنسانية اللاحقة بشعب سوريا ما لما يقوله روبرت فورد وقبله هيجل وكلينتون هو أن الاستراتيجية الوحيدة لأوباما هي صحب إيران إلى التخلي عن مشروعه النووي ومن أجل ذلك لا بأس أن ينتعش الإرهاب الداعشي المفتعل وغيره الفعلي أو أن تدمر سوريا أكثر فأكثر وانطلاقا من ذلك فإنما لا يقوله هؤلاء إلا خفرا يقوله غيرهم جهرا أسوأ ما أصاب المنطقة هو أوباما وأسوأ ما سيصيب مصالح واشنطن فيها سيكون نتيجة لسياسات خصوصا وخصوصا جدا أن المجال الدولي البدائلي البدائلي مفتوح من موسكو إلى باريس وما بينهما صحيفة القدس العربي نشرت تحت عنوان استغاثة أسماء الأسد لنجدة الطائر أبو منجل من تنظيم الدولة الإسلامية تثير سخرية السوريين حيث أثار توجيه أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار أسد دعوة استغاثة وتحضير كي لا ينقرض طائر أبو منجل الأصلع الشمالي بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا سخريات المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت أسماء الأسد قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يوجد أنثى وحيدة فقط من هذا النوع تدعى زنوبيا وهي الوحيدة التي تعرف مسارات الهجرة إلى المناطق الشتوية في أثيوبيا حيث يبقى مصيرها ومصير ثلاثة طيور في تدمر مجهولا وتأتي دعوة السيدة الأولى التي تحمل الجنسية البريطانية بعد تقرير بثته قناة بي بي سي البريطانية أثناء تغطية أحداث تدمر الأخيرة وحذرت فيه من انقراض هذا النوع من طيور بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة وتركزت التعليقات على الاستغراب من زوجها زوجها مسؤول عن تدمير بلد بأكمله وتهجير نصف مواطنيه وبإلقاء ألاف البراميل المتفجرة التي تحصد الأطفال وتدمر البيوت ولا تجد من كل ذلك موضوعا لتعاطفها بينما تبدي خوفها على طائر وقال أحد المعالقين على تويتر أسماء خائفة على طائر أبو منجل من الانقراض هم اتبعوا هم اتبعوا سياسة العصافير تزقزق في سوريا وحميرهم صدقت وقال آخر يا عيني على الإنسانية موقع سراج بريس نشر مقالا لخليل مقداد بعنوان لهذه الأسباب دمروا سوريا حيث يؤكد الكاتب أنه واهم من يعتقد أن القوى الكبرى قد دعمت أي من ثورات العرب يوما هي فقط انحنت للعاصفة التي ظنها ستنجلي قريبا سوريا كانت الخط الأحمر الذي لا يمكن التساهل معه بحال من الأحوال فكانت ثورة شعبها المفاجئة كالقشة التي قسمت ظهر البعير سوريا عصفة الشام الممزق وثقله السكاني والجغرافي والاقتصادي كانت النمر الاقتصادي النائم أو المنوم قصرا لا طوعا فمن اشتراكية كاذبة طردت رؤوس المال ودمرت اقتصادا ناشئا يبحث عن مكان له بين الكبار إلى صمود وتصدي وممانعة كمت الأفواه وهجرت العقول والكفاءات السورية وفرضت الاستبداد بحجة الأمن القومي والوطني نستطيع وبكل بساطة القول إنه قد كان بإمكان القوى الكبرى أن تسمح بإسقاط النظام ودون ما حاجه لانزلاق نحو مستنقع العنف الذين عيشوه اليوم فكلمة واحدة جدية منهم كانت تكفي لرحيل هذا النظام المجرم الذين عاشوا وعاصروا حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يعلمون علم اليقين مدى المدنية والتحضر والتقدم الصناعي والمالي الذي كان يسير عليه البلد المستقل حديثا عن فرنسا فمن البنوك العالمية إلى شركات تجارية وصناعية التي مثلت أساس نهضة وضع السوريين وضع السوريين لبناتها الأولى بما يملكون من إمكانيات بشرية ومالية يعززها تنوع جغرافي وموارد طبيعية أهل سوريا كي تكون دولة إقليمية كبيرة يمتد أثر نهضتها إلى محيطها الذي أرادوه بشرثما تتنازعه المصالح الديقة لأحزاب تتصارع على السلطة بيع الجولان مقابل الكرسي وخيضت بضع حروب رسمت سيناريوهاتها بدقة وعناية فحفظ أمن الكيان الصهيوني على الجبهة السورية ثم وبعد نجاح التجربة السورية تم استنساخ نظام الأسد جديد في لبنان من خلال سيناريو احتلال إسرائيلي فرض طرد المقاومة الفلسطينية من لبنان وساهم بإنشاء وقيام حزب شيعي تسلم الحدود اللبنانية باسم المقاومة فكان الحارس الأمين على الجبهة الشمالية لفلسطين المختلة فهل يعقل بعد كل هذا الجهد أن يسمح لنا بنسف ما حققوه من نتائج هم أيقلوا أن أي نظام حكم وطني مستقل جديد لن يسكت عن هذه الترتيبات وسيعيد رسم خارطة النفوذ وتوزع القوى في بلاد الشام وربما المنطقة برمتها وسيسير في طريق انفتاح علمي مالي اقتصادي يستثمر الكفاءات البشرية الموجودة ويعيد استراد ما هجر منها ليحول سوريا من بلد متخلف مستهلك إلى دولة متقادمة منتجة قوية يحكمها أبناؤها من خرب وطننا هم شركاؤنا في الوطن من الذين استأثروا بالحكم وظنوه حكرا عليهم وحدهم أو أولئك الذين رفضوا ما أفرزته صندوق الانتخاب في بعض دول الربيع العربي فكانوا أداة لتخريب لا بناء ومعول هدم لا إعمار لقد أيقن أعداؤنا أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء فقرروا هدم المعبد على من فيه بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائما بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة